ديوعة لو الترك اختار لي أفضل لعب في البطولة تختار مين؟ ميسي ميسي بلدي عادي بقى كل واحد ممكن لا لا إمليانو مارتينيز بصراحة حلوة إمليانو مارتينيز تس كنت نسي حاجة أنا عاصل لعيبة الصعادة وبتالي نسي هلعب شوية لا لا إمليانو مارتينيز مانونا صعب مانونا صعب مانونا 30 سنة فمشنا أخش في الصعادية لأن أمليانو مارتينيز أعرف لو أكومينك فرم نوايا أنا صراحة في إمليانو مارتينيز لا لا إمليانو مارتينيز مانونا مارتينيز طبعا جولكيبر تصدى ضربات الجزاء كان مؤثر جدا اللقطة بتاعت الانفراضة دي ما زلت حتى الآن معتقد إن هي دي نقطة كسر عالم تصدي كسر عالم هي قوضة تصدي كسر عالم فبصراحة أعتقد إن هيكون وكل الشلاف ماتش أستراليا كانت صعبة جدا آخر دي كانت صعبة جدا طبعا طيب قسر كانت لاتي بايز في قصة محمود معنا المحمودين اللي عرض معي نعم برنامج زمان أنا وكريم سايد وأحمد عز الدين كان عايز يعني هو اللي بيتعزف القصة دي كريم كريم يدي الناس بتابيني في الشهد إزاكا كريم إزاكا كريم إزاكا كريم إزاكا كريم أحسن لعب قالب أنا وقالبا كريم مش عشان بس هو اللي جاي والكورة بتاعته السنين اللي جاية شخصي قوي جدا هدف ده أنا أعتبر الهدف الأجمل أنك تأخذ القرار في التوقيت ده تجيب الجون بالطريقة دي قدام الأرجنتين في نهاية كهس العالم هاتريك في كهس العالم شخصي كبيرة جدا 12 هدف في 14 مباراة محدش عمل المعادلة دي أو الإكويجين دي غير بلاي بيكسر أرقام في وقت بعدين تلاعب بطولتين وواصل نهايين متتاليين جاي في يوم 12 هدف أربع هداف في 2018 8 أهداف في البطولة دي في وجود ميسي ووجود العتاولة الثانيين بتالي لعيب كبير جدا أعتقد أنه هو لو ما كانش بس التوهج وطبعا أنها بطولة أسطورتنا الحياة ميسي يعني كان هو بقى اللي أخد عناوين المنشتات وحياتي شكرا مشاهدنا